اشتركوا في القناة اكثر الاشخاص التجوا الى الطب البديل فاستحوذ علاج امراض المفاصل بالاعشاب على اهتمام الكثير من المرضى والاخصائيين على حد سواء خاصة بعد نجاحها الكبير في علاج التهاب المفاصل الى ان استخدام النباتات الطبيعية او مستخلصاتها في علاج المفاصل يجب ان يكون على يد اخصائي في طب الاعشاب لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة لدى المريض نعم يا سجا والمزيد من التفاصيل اكثر حول هذا الموضوع معنا اليوم من داخل الستوديو خبير الطب البديل دكتور اقبال الهاشمية اهلا وسلم بيك كل الهلا اهلا وسلم ربي سلمكم ويحفاظكم ربي سلمكم دكتور مبدئيا حدثنا عن المفاصل او مفهوم المفاصل شون هو مفهوم المفاصل في صورة عامة احنا نسمي عمود الخيمة العمود الفقري هو اللي يوزعنا مسؤولان على كل المفاصل فكثير اللي يجون عندهم مثلا ركبتين متأذية جدا اقل له روح خذ ليشعة على اسفل العمود الفقري الفقرات القطنية لان ارتباط الركب بالظهر فاذا اي انزل اقاط اي سوفان بالظهر يأثر لي وين على الركب وبعدين على الاقدام فهو اسمه العمود الفقري عمود الخيمة بدون العمود الخيمة ما توقف خيمة فالعمود الفقري ضروري جدا للإشراف على جميع المفاصل من اسمه مفصل مفاصل الجسم بصورة عامة مرتبطة بالعمود الفقري مرتبطة بالعمود الفقري ولذلك عدنا 360 مفصل بالجسم 360 مفصل على مستوى الجسم مفاصل يعني بالمفصل واحد عدة مفاصل بالركبة عدة مفاصل الأصابع الأقدام وأصابع الكف في الإيد عدة مفاصل فكل مفصل يراد لتغذية تامة والتغذية الرئيسية هي الكاليسيوم والدي تري والكولاجين اللي تكون محتوي على هاي المواد الغذائية ده يغذينا المفاصل يغذينا الأعصاب اللي محيطة من المفاصل فأمور يعني خريطة سبحان الخالد سبحان الله دكتور من نسبة أغلب الناس تشتكي من المفاصل كافية الأعمار صغار وكبار شين السبب الرئيسي للتهاب المفصل؟ السبب الرئيسي للتهاب المفاصل هو الغذاء الغذاء الغير صحي ما عدنا حاليا غذاء صحي على مستوى العالم يعني وليس على مستوى العراق فقط العودة إلى الطبيعة ضروري جدا العودة إلى الطبيعة ضروري جدا أعرف أكو قبائل في جبال الهند وباكستان ما تزور طبيب طبعا وقبائل محصورة جدا ما يستخدمون أي مواد صناعية أي طعام خارجي ما يستخدمون هم من عندهم الحليب المواشي طبعا يكون أضمن حليب الأبقار بالتأكيد بهذا الموضوع الدجاج والأغنام اللي يوكلوها ما يوكلوها بها أي شيء اسمه هرمون على الطبيعة العيش على الطبيعة ولذلك عمارهم 130-140 لعمر واحدة فوق 65 سنة وتبقى أدهوة الدرجة أساس بناء المفصل هو الغذاء الصحي الغذاء الصحي بدون الغذاء الصحي لا يوجد مفصل يشتغل نحن حاليا العائلة العربية والعائلة العراقية بدت تشتغلون على حمض الفسفوريك يوميا يتناولون حمض الفسفوريك الآن تستخدمون حمض الفسفوريك المشروبات الغازية تحتوي على حمض الفسفوريك اللي هو أساسا يذوبنا العظم أساسا يذوبنا العظم وما يخالف نكتفي بالبيبسي الياباني مواصفات عالمية جدا إذا يتناولوا بالأسبوعين بالأربعة عشر يوم يتناولون علبة صغيرة صاحبوا معرض للتهابات المفاصلة والتهابات الأمراض الخبيثة البيبسي الياباني نتبع علي نقطمهم جدا وبالأسبوعين علبة صغيرة ما الاختلاف عن البيبسي العادي؟ يكون طبعا لأنه مخشوش لا لا يكون مواد طبيعية وممتازة جدا كذلك له تأثير على المفاصل والجسم فكيف اللي غدا وعشا وريوق وضيوف كلها ببسي وسفن وميرندم؟ دمار هذا الموضوع طيب دكتور نحن بالأون الأخيرة نرى أنه الكل يتعاني من أو التهاب المفاصل نستخدم هذا الموضوع سبب التهاب المفاصل وبالأخص أشخاص وصلوا إلى حالة بعد أن يستطيعوا أن هذه العلاجات يطلوها المسكنات فشنو أسباب التهاب المفاصل؟ التهاب المفاصل أول نقطة العلاجات التي يأخذوها من المواد الصيدلانية مهدئات ومسكنات علاوة على بأنه تأذيننا المعدل أنه قوية جدا وتأذيننا الكلة كل أسباب مرض الفشل الكلوي بالعراق هو سبب المفاصل لماذا المفاصل؟ الرجلين توجع الظهر يوجع يأخذون مسكنات هذا أين يترسب لنا بالكلة؟ الكلة الأوعية الشعرية الدموية رقيقة جدا سيصير لنا من أثر استخدام العقاقير الطبية يصير لنا فشل الكلوي يا أم حسين كنت يبا احتصرتي بثنين وهي المفاصل صار فشل الكلوي كل اللي يوجد طبعا فشل الكلوي أسبابه كثيرة لكن أحد أسبابه هو التهاب المفاصل ليأخذون علاجات بهذا الموضوع كثرة المهدئات؟ كثرة المهدئات؟ ودكتور سبب الألم اللي راح يتعرض للمريض يعني أنت تعرف ألم المفاصل كل شي قوي؟ خليه يتألم ولا غسل الكلوي بالسبوع مرتين خليه يتألم أو يتجع على الطب البديل اللي تكون هي أساسا بداية جديدة بناء عظم جديد بناء تركيز يعني إحنا كذلك الطب البديل بيه كذلك فشل كبير جدا بهذا الموضوع أنت قبل شوية أنا اعترضت على التسمية أنتو قلتوا خبير العشاب أنا قلت لكم الطب البديل لازم أميز لكم ما الفرق بين خبير العشاب أنا قلت لكم عدنا شيء اسمه عشاب وعدنا شيء مستخلصات الطب البديل مثل تأتيين هالسا على يد قل لي أقبار رحت أنا أخذ كركم عدني فادي مريض بالبيت من تأخذين كركم وأقول لكم الأصلي هذا وما أعرف شنو تأخذين هذا الأصلي وأنا مسؤول عن هذا الكلام بس لكن مو هذا الحل هذا لازم نحن نركزه 98% يلا نطيع علاج ديفيد المفاصل كما مثلا الكركم الكركم هذا نركزه 98% طبعا نحن ما نركز ولا عدنا معمال في العراق نحن ملتهيين بالتشذب وبس مع كل الأسف هذا يجينا من أمريكا الكركم اللي مستخلص 98 درجة الاستخلاص هذا عبارة عن كيلو كركم مستخلصي بكبسولة فننطيب هالحالة هذه شهر إلى ثلاث شو رح يبنيني عظم رح يرتب حال المفصل هنا الطب البديل كبسولة وحدة وهنا كيلو كامل من الكركم هذا اسمه أعشاب هنا الفرق يعني دكتور الكركم دعنا نقول الاعتياجي أنه بيه فائدة ليس ليه فائدة بس أنه نسبة كل شيء شقدني الفائدة قطرة في بحر شقدني قلت لك أن نركز نحن لازم 98% طيب من الكركمين من مادة الكركمين نستخلص من الكركم مادة الكركمين 98% يكون تركيزها دعنا نطيها المريض دعنا تشتغل ثلاثة شهر مع العلاجات البقية جاي نعيش مخاط صعب بهذا الموضوع حتى على مستوى أخناع المريض نقل لي والله أخذت الكركم الأصلي أنت قلت بالتلفزيون الكركم الأصلي دائري ورح تجبتها لازم تنوهها من خلال الشهر طبعا لازم ننوه فرق الطب البديل عن الأعشاب فرقه من السماء أساسا ما يوجد تشابه بالموضوع فقط الاستخلاص هذا الذي استخلص الأعشاب الأعشاب عبارة عن كومة أعشاب نستخدم كابسولة وكابسولتين نمطي باليوم كابسولة وكابسولتين لمدة ثلاثة أشهر نبني عظم الدي ثري عندنا ضروري عندنا الكاليسيوم هذا الموجود هذا ما يمتص إلا فيه تأمينات اثنين فيه تأمينات اللي هو يكون فيه تأمين سي وفيه تأمين كي هذا يشتغل يعني مو بس هذا العملية صعبة عملية المفاصل صعبة صعبة جدا بحيث يعني شغل لك نتعب أكثر من المريض قاطات دا نقدر نوصله إلى النتيجة اللي يكون وعلى وثنا تعرفون يعني تجيني يعني عجوز يجيني شايب أقدر أقنع بتركي الببسي بس ما ليجيني واحد عمره ثلاثين سنة ما يقتنع ما يقتنع وأنا متأكد ما يطبق نهائيا متأكد زين دكتور باعتبارك خبير في طب البديل شنو فعاليته على التهاب المفاصل أكيد هو يختلف الطب البديل شنو اللي تقصديني مدافع عاليته على الاتهاب المفاصل الكوركم لا الطب البديل الطب البديل فعالية أشي قلك يعني فتشيم محترم جدا لأنه يبني لي عظم جديد يبني لي تكوين جديد أول ما يجين المريض لازم نحل لدي ثري ولكالسيوم نطلع على هاي الحالة فنشوف شنو عادي نطي التعويض من دي ثري دي ثري طبع مباشر إلاج له مسكين لا لا ما كوع ما عندنا مسكنات نهائيا ما عندنا شيء منهج نقسمه مسكنات ولو عندنا كان ممكن نطي المريض دا شوية يفرفش على قول تلقائل ما عندنا ما موجود ما عندنا شيء مسكين صح عندنا الكريمات الخارجية اللي نسويها ممكن تكون تنطي نوع من التسكين والذي يقل لك فهذا نصف عاني وصار الزين يظلعون يكذبون ربعنا مروخ للعضلات فرح يساعدنا على هذا الموضوع قسم من زية الكافور قسم من زية الخردل قسم من سم النحل الأمور تنمشي شوية عدل نحن نضطر نطي هاي الموضوع كمروخ مو أكثر كعلاج لا هذا مو علاج العلاج يكون من الداخل وعلاج لازم دي ثري وكالس يوم يكون أعلى زين شنو البديل عن الفيتامين دي بالطب البديل الفيتامين دي ثري أكثر شي يتركز أدنى بالألبان منتجات الألبان بصورة عامة وفي السمسم قشور السمسم الكتان وكذلك يكون بها أوميغا 3 ممتاز جدا طبعا الأريد أن نوه السمسم مع القشور لازم نقطة راس سطر ما بها نقاش ما يكون السمسم هذا الأبيض نهائيا ما يخدم السمسم مع القشور يفيدنا جسم أكثر من 12 ضعف من الحليب دكتور يكون أسمر السمسم يكون أسمر يعني جوز يكونوا سمسم الخام سمسم الخام ينقع لمدة أربع ساعات ينغزل يتنظف أربع ساعات يتحمص على نار خفيفة ينطحن إمتى يأخذ يأخذ من بعد صلاة المغرب إلى منتصف الليل ليش لأنه عندنا الغد الدرقية عندنا غد هيما اسم جار الغد الدرقية تفرز هذا الإنزيم بيا وقت وبقت بعد المغرب إلى منتصف الليل فتأخذ ثلاث ملاعق في هذا الوقت يكون يفيد هذا الجسم طائدة عظيمة جدا طيب دكتور دكتور الأشخاص دائما اللي يعانون خلينا نقول أنه تعرف أنه كل فئة عمره كل إنسان يوصل 45 سنة أو 40 سنة وصير عنده آلام أقدامه آلام أطرافه فشنو أعراض المفاصل للشخص حتى يلتجي إلى الطب البديل أو يلتجي للدكتور حتى تعرف أنه مصاب بالمفاصل المريض يقدر يشخص حاله من يقعد من النوم من يقعد من النوم ما بي ينطي جسمه ما عنده مرونة للحركة قوة يمشي مثلا من يقوم يتعب هاي كل الأمور هذا دليل على وجود التهابات المفاصلة البسيط من يقوم يتوكه خاصة اللي أعمار أكبر من هذا الموضوع فهذا دليل على وجود المفاصل من يمشي أكثر ويقعد للمدة ساعة يتعب راح يصير عنده أشبه بالخدر أشبه بالثقل بالأقدام فهذا كذلك دليل المفاصل طبعا أحد الأسباب الرئيسية طبعا الوزن الزائد الأسباب الرئيسية اللي عند النساء كل الأسف ودائما المرضانة من النساء بالمفاصل يعني أنا يجوني تقريبا 80% بالمفاصل النساء ليش لأنه الولادات خاصة احنا من جيل اللي يعني مهاتنا جايبين لهم 8 9 10 7 6 5 يعني خاصة المحافظات بغداد من الأول هي على يعني عفوان دكتور يعني كثرة الولادات تسبب مفاصل شكو واحد يأخذ من أم الكاليسيوم ويطلع يبقى يبقى مثل نسميها مثل السعفة اليابسة يبقى العظم ما بي كثافة ما بي هل أن تقدر ترجع حتى تقدر ترجع هذا لازم من كثف المعلومات يستخدم الأمور الطبيعية يعني بعد الولادة طبعا طبعا بعد الولادة شوفوا أنتم يعني بعدكم إن شاء الله الشعبات ولادات لا تبقون ورحت أنوح على الموضوع الشريع الإسلامي كثير قسم يتاهمون بأن نحن نشتغل ضد الشريع الإسلامية طبعا هذا غلط مغلوط لكن نشتغل بالشريع الإسلامي على الضوء العلم لا نشتغل بكيفنا قبل المرأة التي قبل 50 سنة 60 سنة تشيل كل هذا الستوديو وتطلع و هي متونسة أنتوا في حداكم لا تقولوا لي نص صعوبة اختلف جسم الإنسان اختلف لازم نقنع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صار 1500 سنة إلا تغير الجنس البشري تغير القوة تغير تلازم أفهم هذا الموضوع تغير عامل المناخ كل شيء عامل المناخ كل الأمور تغير تغير تطعام فصارت القوة ضئيلة جدا ما ممكن حاليا أكثر من طفلين إلى أربع أطفال ممنوع من أنبات وأنا أتكلم بقضية شرعية وعلمية توعوية توعوية لليلتزم لليلتزم خليه يروحي ساوى عشرة قاعد يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكاثرة بكم الأمم نعم مكاثرة بكم الأمم إذا أنت حريصة على الدين أكو حاليا ما أحترامي للموجودات الزواج الله حلل أربعة لا دكتور اسمحي لي أربعة في أربعة أطفال كم واحد مو ستة عاش باهت بهم كل أمه أنت صير قد ورح تزوج وانت وانت تحكينها مع الشريعة وافق على زواج زوجك وخلي الزواج أربعة ونطلح بنتيجة لا خلف العشاء ولا يزوج هاي أنت أول الرافضات فش كيف رح نطبق العلم ويا الشريعة فإذا تسكتون تتبعون كلامي طفلين وفقط وثيمال لك رجل وك امرأة يعني لازم الطرفين تقتنع بهذا الموضوع بأنه لا الرجل هو متمكن ولا الرجل عنده القدر أن يكسر أطفاله وزوجته ولا المرأة ممكن تجيبوا إياها أربعة ضره وانت بالسابق ماكو وعي ماكو توعي ماكو وعي نحن نريد نوصل هذه النقطة طفلين إلى أربعة طفال وممنوع الطفلين وبس إلى أربعة طفال زيادة 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 على جسم المرأة على عظم المرأة صح وقالتقارير الطبية ما نجي شي من جوبنا صح دي قبل شوية حدث أنه بخلي نقول أنه بالماضي كان حتى وصل الموضوع 14 طفل أو 15 طفل من أمرأة وحدة طبعا عندي وحدة راجعتني عدها 18 واحد راجعتني في هذه الفترة أمرها 70-80 سنة فأني خطيئة منذ راجعتها قالت 18 ومعرف شنو معدى أحد يخلي لها العلاجات في علاجاتنا صعبة فأنا ضحكت أنا ملعد أولادك ضحكت ضحكة لأنه عدها 18 ومعدى أحد بيها اجتني المرة الثانية والله لأن عندي الكورسات العلاجات 3-6 قالت دكتورة قبال أنت ضحكت أنا لا أكذب قلت لماذا تكذبين لماذا أجيها قلت من قلت عندي 18 طفل ضحكت قلت لا تعذرين مو ضحكت من صدقك ضحكت بأن شوف أنت خلفت عن رقم 18 وما عندك أحد يخلي لك لزقة الخلطة التي نطيت إياه فشنو فاديت 18 كونو على ثقة هذا النص الحديث اليدار بيني وينها 18 طفل مخلفة ما عدا واحد يخلي لها العلاج اللي بنيت زوجته وطلعت والولد عاف وطلع هذه الواقع وهذه حقيقة زين دكتور بالنسبة للطب البديل هم يخضاع لها دراسات وحوث علمية قبل أن توصف للمريض طبعا بالتأكيد أنا مستحيل مريض يجعلي إذا يطلع أقل من نص ساعة إذا كانت الأمور بسيطة جدا ربع ساعة إذا ما عند وران الدم لأنه عندنا علاجات تأذي القلب أمور بها كلها زين هل صحيح أنه علاجات الطب البديل إذا ما تنفع ما تضر لا لا هاي غلط قاتل غلط قاتل ومقولة غير صحيحة بيها مضار أكثر من المنافع وأنا مسؤول عن كلامي وأنا رجال صلي بشغلة 30 سنة وأعلى شهادة بالعراق دكتوره بالطب البديل توفيق لك الفضل لله فبيها مضار أكثر من المنافع اللي ما يعرف هو يستخدم بيها مضار كارثية طيب دكتور هسنا نتحدث عن الطب البديل الطب البديل أنه هي نباتات عن طريق النباتات أنه يصير هذا العلاج لألام المفاصل أو لعلاج التهاب المفاصل أو هناك معامل أنه يسوي هذا العلاج يعني عرفني أكثر عن هذا العلاج نعم أكو معامل بسوينها بخارج العراق المشكلة يعني حتى قبل أسبوعين كنت بقناة ديوان ناشدت وزير الصناعة والمعادن أساسا هو أحد أصدقائنا ومن أبناء منطقتنا وإنسان وطني ومبين عليه ويريد ناشدت قلت له يعني اهتمونا بهذا الجانب جبونا كم معمل لاستخلاص مواد الطب البديل لماذا تنجيبها من أمريكا الكابسولة كذا سعرها 20 دولار لماذا يعني وشنو هي الموجودة بالعراق خائرات العراق تكفي على ما تدخل على ما توصل للمريض أنه كذا سعر مستحيل تقل عن 25 دولار 20 إلى 25 دولار لماذا عندنا على سبيل المثال وناشدت معمل أدوية سامرة عندنا الكعوب الكلغان اللي موجود حاليا أفضل علاج لمرضى الكبد بس أنا أخو مرضى الكبد أخو ما أخلي مثل البعير يأكل لكعوب هل قد الكعوبة غير أستخلصها نجيبها مستخلص غالي جدا نجيب المستخلص أحبايا وحدة تكفي المدة يوم كامل يشرب المريض أكثر طبقا كبسولة ويشربها وفيما لا نعطي كعوبة أو تعرضوا مثل البعير هذا يعني مو أسلوب مو أسلوب فناشدت المسؤولين وياريت إن شاء الله يستجبون إن شاء الله بإذنه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله دكتور قبشوية تحدثنا عن السمنة بس ما طرقنا الموضوع بزيادة سمنة شون تأثر على المفصل نحن أغلب الناس النساء والرجال اللي يعتهم كرش اللي زوائد لهاي التفاصيل قوي يقوم قوي يقعد حتى من يصلون يطرون هم يصلون يا أما على كرسي يا أما على أماكن مرتفعة اللي يستطيعون يسجدون شلون تأثر السمنة على المفصل تأثر أنت قيسي وزنك الحمد لله أنت وزنك أبنى أنا أشبه بالطبيعي يعني أنتو شايلي لكم فرد 30 كيلو تمشون شي صير بالعمود الفقري 30 كيلو شوية رح يأذيلي الفقرات أنطي تمرين قبل المفاصل أقل أن تمشي باليوم ساعة اللي عمره جوه لستين سنة فوق الستين لعنص ساعة أنطي المشي فهذا مرح يمشي وعنده زيادة بالوزن رح يصير عندي رح يصير عندي ضغط على الفقرات تتأذى للمفاصل أكثر ولذلك أنطي بعض المرات ثلاثة أشهر تنزيل وزن يلا أنطي علاج المفاصل يعني تبلش تنزل وزن المريض أقل أنت تريد العلاج المضبوط أنه ما أنطيك المفاصل أقطع نفسك أطلع أروح الله وإياك تريد تتبع كلامي ننزل وزنك ننزل وزنك من 5 إلى 8 كيلو بالشهر بذلك الساعة نفقد فد الصواط 16-20 كيلو بذلك الساعة العلاجات تمشي الأمور يقدر يمشي نفد ساعة باليوم وطبع بالمناسبة للمفاصل أفضل عن علاجات الطب البديل وعلاجات الطب الكيميائي فالسباحة ضرورية جدا بس وين السباحة يعني زين بالنسبة ماكو بسباحة الكارديو والمشي يفيد من ماكو سباحة الروح على المشي ما بها مجال وده يشكي مثلا من مفصل القدم الكارديو ما يأثر هذا مفصل القدم في بعض الأحيان أول علاجات اللي نمطي نمطي لبخات عجينة على المكان يقويننا الغضاري اللي تربط المفصل عبارة عن مواد عضلية مواد عصبية عضلات وأعصاب محيطة بالمفصل فنقوي على موض يقووننا المفصل لأنه عندنا اثنين أعصاب وعضلات شوية تقوى فلازم تقوى باللبخات بالكريمات هذا الأجزاء الخارجية نمطي نحن ثلاث علاجات خارجية للمفصل وثلاثة داخلية ده نقدر نمشي المريض ونمطي مواد طبيعية المواد الطبيعية عبارة عن يعني السمسوم ما نقدر نمطي أكثر من ثلاث ملاعق وليوم وكمية قليلة فلازم نمطي بلح البحر بلح البحر هذا تسمية طبية عبارة عن مواد كاليسيوم ودي تري وبناء بس يكون من المحار الطبيعي المحار الطبيعي ما أدري أنتو زايرين خارج العراق أو لا المأكولات البحرية اللي يسموها بلح البحر عبارة عن أصداف أصداف صغيرة جدا هاي تكتشفوها عن طريق الصدفة طبعا السلاحف تهرم تتعب وعمرها طويل جدا ثلاثمية أربع سنة عمرت سلحفة العلماء يتابعون يشوفون فتسلحفة تختفي عن الأنظر عن المحيط مالتها ثلاث تشر وترجع من ترجع يشوفوها نشطة جدا ركبوا عليها الكاميرات يشوفون شلو الموضوع يعني ليش ليش تتعيد الشباب مالتها ليش مثل حيوية تنشي عدية حيوية اي 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 مو هي عمرها عمر السلحفة عمرها طويل جدا فبقوا يتابعون السلحفات لقوها علاقة على البحار عليش تتغذى على بلح البحر بلح البحر هذا موجود بالمحيطات والبحور اللي احنا ما عندنا بحر مع كل الأسف فيتغذى على بلح البحر حاليا هذه المواد الطبيعية موجود بس بالعراق عندي عندي عضو منظمة الأغذية العالمية الدولية اتابع الموضوع اكذب عن العراق فمن لقيت بلح البحر بالعراق سألت أهل السوبر ماركتات قالوا اقبال ترى هذا يعني ما الأحواض شنو احواض انا بلحقنا على هذا يعني يربوه بأحواض بتركيا وبدول المجاورة ويجيبوه للعراق بلح البحر موجود ضمن المأكولات البحرية بس المشكلة مغذة على الهرمونات مغذة على هذا النمو مغذة بحيرات يعني شنون عدنا بحيرة أسماك بالضبط مخليلي بلح البحر ويجيبوه بس لا يكون الطبيعي من البحر ويكون أفضل يتناول يومية كاسة من هذا الموضوع هو عبارة عن كذا اكم استحضار الطبيب هذا الموضوع بس على شرط الثقة والأمانة والعمل الجاد يكون لازم مضبوط لازم طبيعي بلحب بعض موسنع دكتور بالنسبة للدجاج الأسماك بيه بروتين عالي المؤثر لا يعني دكتور تقصد راغدة أنه تعرف الأحواق من الأسماك اللي ينطون بروتين هذا مرض هذا مرض لأنه السمكة بفترة كل شي قصيرة أنه تكبر هذا مرض هذا يسوي لنا مرض الدجاج الأبقار كل مرض ماذا أعرف آني ماذا أعرف معروف موجود هو أبو سماش مغاشي عندها حواض وعندها سيارة يفتر بها ومخلي السمشة تلبط بعدها طيبة هذه صايدية من الأحواض بينما عائلت قربون عليها إذا ببلاش لا تأخذوها إذا ببلاش لا تأخذوها ممكن تأخذون السمك البحر المجمد صح مجمد وقليل حتى الأسعار غالية جدا باهظة كارثة سأت هلاف الكيلو أفضل من هذا مال البحيرات قاطات 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 ممكن أفضل مكان اللي تأخذوه من عنده ولو إحنا جوحار أدنا بالعراق أنا أتجنب هذا الموضوع بالصيف خاصة أدنا أسماك الفاو ثروة وطنية ببصرة صح مالة البصرة يعني أتبر أسماك بحرية أسماك بحرية وفريش بس يوصلها البغداد لما تعرض عوامل الحرارة ومعرف كيف يجعلون عليها ثلج شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور طيب أكيد نمارتنا اليوم بما أنه أريد أسلك عن الألبان قبل ما أريد نكتم لي راح نروح جولة مع الزميل قبل أن نسل عن الألبان ينطينا نصيحة للمشاهد الألبان الألبان شنو تفيد المصاب بالتهاب المفاصل التهاب المفاصل الألبان أنا عندي اعتراضات كثيرة وعلميتنا تفوق ثقافة المجتمع الحالي يعني من جاء أقول لكم أنا أبحث عن محلات بغضا الدالكية جبنة الماعز زبنة الحر مالة الماعز ما خليت مكان بالعراق وعدوني بسنجار التصالي تزول نفت كيلو إليه أريد كيلو ما موجود لك شخصيا إليه شخصيا أريد فأفضل شيء ألبان الماعز ألبان الأغنام تاتجينة ألبان الأبقار يسبق كل الألبان التي ذكرتها الطبيعية يسبق كل الموجود هو حليب الناقة حليب الناقة حليب الجمال هذا أفضل ما يكون للمفاصل وجميع الجسم لكن ما يتوفر ما ينخزن فأفضل شيء حالي أنه حليب الماعز حليب الأغنام حليب الأفقار هذا يكون علاج طبيعي هذا علاج طبيعي ممتاز جدا ستشوفون أنشط حيوان عندنا هو الماعز الماعز ليش هذا الحليب مالتي يكون نشط من هذه النقطة من هذا المنطلق لن ندور هذا الموضوع بس على شرط يكون مغذى على الهوارات ومتغذى على المراعي الطبيعية شكرا لك دكتور طبعا نورتني وشكرا على هذه المعلومات بفادتنا وفادت المشاهد أهلا نسألكم وداما تتنورنا بالاستوديو شكرا لك شكرا لك دكتور إذن مشاهدين الكرام الروح جولة مع زميل حيدر محمد أنواع الألبان في سوق الصدرية ولنا عودة معكم اشتركوا في القناة